بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة ان شاء الله هنبدأ نتكلم عن برايتون سايكل برايتون سايكل دي هي الاساس اللي بتتعامل مع الجاز تيربين التيربينات هتلاقي فيه منها انواع كتير فيه نوع من التيربينات بيشتغل عن طريق طاقة الرياح فيه نوع تاني بيشتغل عن طريق ضغط الغازات فيه نوع تالت ممكن تلاقيه بيشتغل عن طريق ضغط الستيم هتلاقي فيه منها انواع كتير انما النوع اللي احنا هنبدأ نتكلم عنه النهاردة هو الجاز تيربين فكرة الجاز تيربين هي عبارة عن ان انت بتجيب كمية من الوقود وبتحرقها مع نسبة معينة من الهواء عن طريق ضغط عند ضغط معين بتحصل منها على وورك تقدر تستفيد به فاتلاقي ان السيستم بتاعك بتكون من كومبريسور غرفة احتراق وتيربينة الكمبريسور هتلاقي ان هو من نقطة واحد لنقطة اثنين النقطة واحد دي هي دخول الكمبريسور او الدخل اللي بسحب من الهواء الجوي العادي وبعمل عملية الضغط على الهواء ده نقطة اثنين هي نقطة خارج الكمبريسور اللي هي برضو نقطة دخل لغرفة الاحتراق هتلاقي ان من نقطة اثنين لنقطة تلاتة هي عملية الاحتراق او عملية اضافة الحرارة للسيستم بتاعي بتحصل العملية دي عند نفس الضغط تقريبا اللي هو خارج الكمبريسور فبتلاقي غالبا ان الضغط من اثنين لتلاتة تقريبا متساوي من نقطة 3 لنقطة 4 هي عملية الحصول على الورك من التربينة الورك بتحصل عليه عن طريق الاحتراء بعد عملية الاحتراء بتلاقي ان كمية الغازات التي تعتبر العوادم بتاعت عملية الاحتراء بتطلع بدغط كبير قوي وعندها كمية كبيرة من الانتغالبي فبالتالي بتقدر تدور ريش التربينة وبتحصل منها على الورك من نقطة 4 بتلاقي ان العادم بيخرج بقى من التربينة زي شكمانة العربيات والكلام دا عشان اقدر امثل السيستم بتاعي ده على البي في دايجرام او التي اس دايجرام اتفقنا ان عشان اعمل السايكل على الكيرفين دول على الديجرامين دول لازم تكون نقطة البداية عندي هي هيها نقطة النهاية فكانت الحل العملية دي هو ان انا اعمل دورة تخيولية للجاز تربين الدورة دي كل الاختلاف بينها وبين الدورة الاساسية هي ان افترضوا ان نقطة 4 اللي هي الاكزوست جازز ممكن ادخلها لنقطة 1 تاني واعمل عليها عملية احتراء بس في الواقع الموضوع ده ما بيتمش ابدا لان الفريش اير ده بيبقى غاني جدا بنسبة من الاكسوجين اللي هي ببقى محتاجها عشان اتم عملية الاحتراء اما الاكزوست جازز بتبقى في الغالب تحتوي على نسبة كبيرة قوي من ساني اكسيد الكربون واول اكسيد الكربون غازات مقدرش ان انا استعملها تاني في عملية الاحتراء بس العملية دي عملناها عشان نتمم السايكل بتاعاتنا فاقدر ارسم البي في ديجرام والتي اس ديجرام زي ما اتعلمنا قبل كده ببدأ من نقطة 1 اللي هي نقطة الضغط او نقطة اقل ضغط موجود في السيستم اللي هو ضغط الهوى الجوي العادي اللي حوالينا اللي هو ضغط تقريبا واحد اتموسفير من الضغط ده هبدأ اعمل عملية الكمبريسور هبدأ اعمل عملية ضغط بس بتكون ايزونتروبيك ايزونتروبيك اتفقنا انها نقطة 2 الاس بتاعتها بتساوي الاس بتاعت نقطة 1 من نقطة 2 لنقطة 3 هي عملية اضافة حرارة سواء على البي في ديجرام او تي اس ديجرام واتفقنا في موضوع تي اس ديجرام او الانتروبي ان بدان بضيف حرارة يبقى الانتروبي بتزيد لو بسحب حرارة من السيستم بتاعي يبقى الانتروبي بتقل فمن نقطة 2 ل3 هي عملية اضافة حرارة عند كونستانت بريشر ومن نقطة 3 لنقطة 4 هي عملية الاسبانشن في التربن اللي بتتم عند S كونستانت برضو ومن 4 الواحد زي ما اتفقنا ان احنا هنفترض ان انا بخرج كل كمية الحرارة الموجودة في العدم طيب انا دلوقتي انا عرفت رسمة السايكل المفروض في الاخر اعرف الاكوشنز اللي انا بستعملها فهبدأ اعمل من بروسس من 1 الى 2 ومن 2 الى 3 ومن 3 الى 4 فهبدأ من بروسس من 1 الى 2 هلاقي انها عملية ضغط بس ايزنتروبيك اتفقنا من المرات اللي فاتت بادام في ايزنتروبيك يبقى بستعمل الايزنتروبيك ريليشنز اللي هي نسبة T على T في البداية وفي نهاية المرحلة بتاعتي بتساوي نسبة الضغط من 2 الواحد او النهاية البداية مرفوعة لقص جاما نقص 1 على الجاما فيه تير مجديد هيطلع معنا اللي هو البرشا ريشو البرشا ريشو دي اللي هي نسبة الضغط 2 على الضغط 1 هبدأ ادخل على البروسس من 2 الى 3 اللي هي عملية اضافة الحرارة البروسس دي او اي بروسس هيبدأ يتكلم فيها عن عملية اضافة حرارة او اضافة وورك او سحب وورك او سحب كمية من الحرارة هتلاقيني ان انا بارجع في الاساس اني بستخدم الفيرستلو türmo dynamics يعني الكيو ناقص الورك بتساوي delta H delta H هي في الكلوز سيستم في الثيرمو ديناميكس وكنا بنقول delta U انما مدامي هنا انا بتكلم مع open system هلاقي ان انا بشيل delta U دي وعوض مكانها B delta H delta H هي بتساوي MC delta T هرجع للبروستيس من 2 ل3 وابدأ أطبق الفيرس لوف ثيرمو ديناميس هلاقي إن في كمية حرارة داخلة وما فيش وورك مبزول من النقطة 2 للنقطة 3 فلاقي إن الكيو بتساوي CB ΔT أو T3 ناقص T2 واروح بعدها للبروستيس من 3 ل4 هلاقي إن فيها S constant يعني هستعمل الإيزنتروبيك ريليشنز وهلاقي في نفس الوقت إن في البروستيس من 3 ل4 هي عملية الإكسبانشن في التيربن الإكسبانشن في التيربن دي يعني هقدر أشوف الورك اللي بيطلع من التيربن قد إيه عشان أقدر أشوف الورك بيطلع قد إيه هطبق برضو الفيرس لوف من نقطة 3 لنقطة 4 هلاقي إن مفيش أي كمية حرارة داخلة للسيستم أو خارجة منه فبالتالي الكيوب صفر فهلاقي إن الـ work بتساوي MC ΔT أو أقدر أختصر الموضوع ده وأقول إن الـ work بتساوي CBT3-T4 والبروستيس في الآخر من 4 لواحد هي عملية فقد للحرارة فأقدر أطبق الفيرس لوف برضو وطلع إن الـ هي CBT4-T1 آخر حاجة هنبدأ نتكلم فيها النهاردة هي عملية الكفاءة بتاعت السيستم هلاقي إن الكفاءة عندي زي ما تعلمنا قبل كده إن هي الـ work قوت على كمية الحرارة اللي بضفها للسيستم الكمية الـ work دي هي عبارة عن كمية الحرارة اللي بضفها مطروح منها كمية الحرارة اللي أنا خسرتها هاخد عمل مشترك هقول إنها في الآخر 1-Q قوت على الـ QN زي ما إحنا متعودين دايما فيه ترمين بس هنبدأ نتكلم عنهم اللي هم الـ او كفاءة بتاعة الضغط أو كفاءة كفاءة الضغط للكمبريسور أو للترمين كفاءة الضغط دي أو الـ هي عبارة عن إن أنا بأسم نسبة معينة من الـ work أو نسبة الإنثالبي بتاعة الإيزنتروبيك وأقسمها على نسبة الإنثالبي بتاعة الأكشول للسيستم اللي أنا شغال عليه يعني إيه؟ يعني مثلاً في طرد إن أنت بتضغط بتضغط لتر من غاز الأكسوجين هتحتاج مثلاً عشان تضغط اللتر ده محتاج شغل مقداره 10 كيلو وط العشرة كيلو دول اعتبرهم أنه هما الإيزنتروبيك اللي إحنا كنا دايماً بنقول إن الكفاءة إيزنتروبيك S1 بتسوي S2 بس في الغالب أو دايماً مفيش حاجة اسمها إيزنتروبيك لأن لازم يحصل فقد في السيستم بتاعي سواء فقد ميكانيكي أو فقد في الحرارة بتاعت السيستم فهلا إن فيه فقد كمية من الحرارة وفيه فقد عن طريق الاحتكاك ما بين الأجزاء الميكانيكية فعشان أقدر أصلح العملية دي وأقدر أوصل للقيمة المزبوطة اللي بحصل منها على الوركي بتاعي زي موجود في الرسمة اللي قدامنا دي هتلاقي إن من نقطة 1 لنقطة 2 هتلاقي إنه بضغط 2S اللي هي S2 بتساوي S1 ده مش موجود إنما في الحقيقة أنا بضغط من نقطة 1 لنقطة 2A اللي هي actual طيب الفرق من 2 actual ل 2S هلاقي إن فيه جزء صغير كده الجزء صغير ده هو اللي أقدر أعبر عنه بالإيزنتروبيك فأنت مثلا في المثال اللي إحنا ضربناه من شوية إن أنا بضغط بعشرة كيلو هتلاقي إن الأكشول بتاع الضغط ده مش عشرة كيلو بعد حساب اللوسز هتلاقي إن كمية الورك اللي إنت محتاجها تقريبا 12 كيلو فأنت لو أسامت العشرة على الـ 12 هتطلع لك تقريبا نسبة 83% نسبة 83% دي بتعبر عن إيه؟ بتعبر عن الإيتا إيزنتروبيك للكمبريسور بتاعك طيب المفروض نسبة 83% دي هي نسبة أقل من الواحد عشان كده هتلاقي إن المقام لازم يكون أكبر ليه المقام أكبر؟ لأن الورك الأكشول اللي إنت بتحتاجه عشان تضغط الكمية دي لازم يكون أكبر من الـ إيزنتروبيك وده طبعا لوجود الكمية من اللوسز موجودة في السيستم هتلاقي إن التربينة عكس الكمبريسور هتلاقي إن التربينة إنت بتقسم الأكشول على الإيزنتروبيك إن شاء الله المرة الجاية هنبدأ نتعامل مع مثال محلول ونشوف إزاي بنطبق الحاجات اللي إحنا خدناها النهار دي شكرا جدا